مستمعي الكرام وبعد أن وقفنا على مفهوم البحث العلمي ومناهجه وكذا المكتبة كمصدر أساسي للبحث طاب لنا أن نقف على موضوع هام في دروسي هذا المقرر وهو موضوع البحث الدرس الرابع يتكلم عن موضوع البحث وخطته وعناصره وهي أمور أساسية لا بد منها للبحث العلمي الصحيح مرحلتان أساسيتان لا بد للباحث أن يمر بهما إن أراد أن يخرج ببحث له وزنه العلمي وفائدته المرجوة على الفرض والجماعة من هذه المراحل المرحلة الأولى اختيار موضوع البحث وتحديده إذ إن اختيار الموضوع وتحديده يمثل مرحلة أساسية لإنجاز بحث له قيمته المرحلة الثانية وضع خطة مناسبة لذات الموضوع حتى يسير الباحث في بحثه بانسيابية تجعل لبحثه قيمة وتجعل لحركته سهولة وتعيننا على توضيح هاتين المرحلتين دراسة العناصر التالية هذه العناصر لا بد منها لفهم الموضوع أول هذه العناصر كيفية اختيار الموضوع إذ إنها أمر ضروري وأيضا خطوات رصد المشكلة وثالثا الوقوف على المسائل التي تعيد للباحث مكانة وتجعل له يسرا وهي المعروفة بالوسائل البحثية على اختيار موضوع البحث أيضا عنوان البحث وسنذكر أمثلة توضيحية لكيفية اختيار العنوان وكيف يكون العنوان مشوقة العنصر الخامس المقصود بخطة البحث إذ إنها المعنية بتيسير أمر البحث كله والعنصر السادس فوائد وضع الخطة إذ إن للخطة فوائد عديدة تعين الباحث على إبراز بحث مؤهل لأن يكون بحثا وأخيرا من عناصر البحث الوقوف على عناصر الخطة وتقسيماتها وتفريعاتها وإلى بيان هذه العناصر العنصر الأول كيفية اختيار الموضوع لاختيار موضوع البحث لا بد أن يقف الباحث في مجال اختصاصه إذ إن الباحث عندما يطرق شيئا ليس من اختصاصه لا يؤتي بثمار يانعة في بحثه بل يضع من بين اختيار الموضوع شيئا في اهتماماته حتى يقف على مشكلة تحتاج إلى حل من خلال فهمه واختصاصه فالمشكلة هي صعوبة تحتاج إلى حل فقد تكون سؤالا يحتاج إلى جواب وقد تكون خطأ يحتاج إلى تصحيح وقد تكون أزمة تحتاج إلى مخرج أو مرضا يحتاج إلى علاج وهكذا المشكلة في بدايتها فالمشكلة تعتبر كجحر نمل صغير ظهر في بيت لا يدركه أهل البيت أو كشرخ ضئيل ظهر في جدار كبير لا يحس به المرة ومع مرور الزمن يصبح الصغير كبيرا فيؤدي معا إلى إسقاط البناء كله وهكذا البحث العلمي العنصر الثاني خطوات رصد المشكلة وحلها إن المشكلة يسير الباحث في حلها في خطوات ضرورية منها أن نبحث عن الأشياء التي تثير قلقنا كأفراد أو تثير قلقنا كمجتمع وهي التي لا نرضى عنها إذ إن كل واحد منها غالبا يعتبر مشكلة إذن فعلنا معها وتأثرنا بها وشعرنا بأننا لابد أن نقدم علاجا لها عند إذن صارت هذه مشكلة تحتاج إلى حل وجديرة بالبحث الخطوة الثانية أن نضع تصورات لأسبابها ونقوم بملاحظة واستقراء هذه الظاهرة وتلك المشكلة أيضا من بين تلك الخطوات أن نضع تصورات وافتراضات لطريقة حلها فإذا كانت هناك أدلة نصية نقوم بتأمل وببحث وفحص لهذه الأدلة والموازنة بينها حتى نستطيع أن نكون منها وصولا إلى الحل أيضا من تلك الخطوات أن نقوم بفحص هذه الافتراضات ودراستها أو تجربتها وفي الأدلة الشرعية نقوم بالبحث عن صحتها ووجهتها أولا لأنها الأساس خامسا لابد من أن نحدد أو أن نصل إلى الاستنتاجات بأن نرجح واحدة من الحلول التي اقترحناها في أول المشكلة حتى نصل إلى النتيجة وذلك بالأدلة والبراهين التي حددناها أما عن النمازج لتلك المشكلات التي تبين لنا الخطوات فهي كثيرة متعددة إذ إن المشكلات التي تثير قلق الفرد والجماعة ولا يرتاح الجميع لها أكثر من أن تحصى وكل من هذه المشكلات مجال لبحوث إسلامية جدير بالباحثين أن يقفوا عندها وأن يقوموها وأن يبحثوا عن حلول لها من هذه المشكلات مشكلة الشيوعية تلك المذاهب الهدامة مشكلة الإلحاد والعلمانية وكلها تعمل على هدم الدين وقيم المجتمع كذلك الميوعة أيضا قضية ومشكلة استحلال المال العام وجريمة تغيب الموظفين عن وظائفهم بلا سبب وكذلك تلك الأخطاء اللغوية الفجة التي كثيرا ما تقع على ألسنة الخطباء والمذيعين وغيرهم ومن هذه المشكلات جريمة الرشوة التي انتشرت في المجتمعات وأصبحت أمرا واقعة كذلك عدم الإتقان في العمل مع أن هذا هو منهج الإسلام إلا أنه للأسف صارت مشكلة في واقع المسلمين كذلك كثرت العنوس بين النساء كثرت الطلاق غلاء المهور إلى غير ذلك من مشكلات تعتبر قضايا أساسية لنهضة المجتمعات إن ساهم البحث في إبراز نتائجها بعد أن يحدد مشكلاتها وأسبابها وهكذا نكون قد وقفنا على جزئية هامة من أجزاء هذا البحث أو هذا الدرس وهي خطوات رصد المشكلة والشرائح التالية تقدم لنا مزيدا من التوضيح لهذا الدرس ترجمة نانسي قنقر